نرجع تاني لمباراة الغد بين مصر وغانا من شوية كنت جايب لك تصريحات رويو فيتوريا قبل المباراة كريس هوتن المدرب منتخب غانا كان ليه ايضا تصريحات قبل هذه المواجهة نسمع جزء منها ونرجع نكمل كلامنا عندما تكون الفاصل بين مباراة واخرى اربعة ايام يكون تكون الاستعدادات مزيج ما بين التعافي والاستعداد التكتيكي علينا ان نتعافى ويتعافوا لمدة يومين وبعدها نتدرب تكتيكي اللاعبين الذين لم يشاركوا في التسعين دقيقة سيتدربون الطبيعي في اليوم الثاني هنا نحاول ان نصل لحالة من التوازن في هذه المباراة مشاعري واحدة اتجاه اللاعبين عندما نخسر مباراة الامور تكون صعبة دائما لنا كل مباراة ندخلها نخطط فيها للفوز واذا لم نخرج بما نريده فالامور تكون صعبة كل من شاهد المباراة الاولى كان قد رأى ريتشارد انقذنا مرتين في مرتين وهذا ما نتوقعه من حراس مارمانا دائما علينا معنا ثلاثة حراس مارمانا ومدرب حراس مارمانا جيد جدا الكل يعرفه هنا ونتحدث مع اللاعبين والحراس ونأتخذ قرارات ولكن فيما يتعلق بالأداء في المباراة الاولى كنا ممتنون جدا للكرات التي انقذها ريتشارد حارس مارمانا وهذا شيء متوقع من اي حارس مارمانا يلعب في فريق مثل غانا تشرحات محترمة من الجانبين سواء مدرب غانا او مدرب المنتخب المصري روي فيتوريا منطقي منتخبين كبار ان شاء الله يقدموا مباراة محترمة والاهم بالنسبة لنا ان منتخب مصر هو اللي يفوز بيها في النهاية ويضمن جزء كبير من الصعود الى الدور القادم باذن الله